السلام عليكم كانت منكم تكونوا كولكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم شهيوة من شهيوات المغربية اللي هي البقولة او للخبيزة بوحط طريقة سهلة يعني بالكوكوت بلا ما نحتاجه لبرما لكسكاس وكتجي بلا ما وناشفة وزوينة طيب ما كتحتاج واحد الوقت اللي هو طويل غادي نبدأ وان شاء الله في المقادر المقادر عدنا واحد جوج قبطات دي الخبيزة اللي كان شدوها كان نقيوها ومن بعد كان غسلوها مزيان كون هي ما غسلتوها مزيان كون ما كان احسن المهم كتحيدو ديك الخبيزة اللي كتكون صفراء كاتحيدو ديك الخبيزة اللي كتكون مرشوشة المهم اه تخليو غل الخبيزة اللي هي تتجيزوينة وكتكون كي تتمسيها ما تتكونش خاوية هدي هي لي كنخليه ومن طبيعة الحال كيت تغسل مرة وجوج حتي لما تغسلتش مزيان بحلى شي حاجة مادرناها كات تولي احنا تناكلوا فيها وهي الحجر كيكون من الاحسن التغسل مزيان صافي ومن بعد مني كنغسلوها كنخلي وثاني عودتا تنشف مزيان وغادي نقطعوها كنبدأو اول حاجة كنقطعو ذلك السيقان بشوية بشوية وحنا سنقطعو فيهو انا كنت من قبل كنت نديرها في الكسكاس كنت نجيب كمية كبيرة بعد الاحيان كيجيبوها الناس العزاز اللي كيكونوا ساكنين في شي فيرما ولا في شي المهم في شي بلاسة كيجيبو لنا هاد الوقولة مع عزيزة علينا بززاف كيجيبو هاد الكمية اللي هي كتيرة كنت كنشدها وكنبقى نبخار وكندير الكسكاس والبرمة وبالعكس كنلقها فازكة كنبقى نصفي فيها ونسقطر فيها كنخلي دك الكسكاس كي تصفة مني كان الطيب وكنحطها كنلقها عامرة بالماء كنخليها تكا تصفة وداب هاد طريقة عملية وزوينة وما كاتحتاش كترة الاواني وفي نفس الوقت ناش فاو كاتجي زوينة ضغية كات دابت تشوفو معايا ان شاء الله المهم كان ديرو هي ركا تبغي الزيت را من بعد غادي نضيف الزيت درنا زيت الزيت هون كان ديرو دوك السيقان هما اللولين من الاحسن ديرو هما اللولين يكونوا علاج حتى وما شوية كيهزو طيابية انا ما كطيبش زي ما عنده وحد الوقت اللي هو طويل غاهية السيقان كيطيبو على الورق المهم كان ديرو خمسة ديال الفصوص ديال التوم او لك ركوبة كاملة ديرو هاركات جيمس يا نرى من بعد غادي نزيد التومة المهم كان بقاطة كان قطع ديك الخبيزة ديالي مني كان قطعها عباش كان نضيف لها الحامض مصير مقطع مربعات انا كان عندي في المجميد وكان نضيف لها المعدنوس وشوية ديال القذبر هو مقطع والتوابيل التوابيل كان ديرو تقريبا بالنسبة لهذه القبطات كان ديرو جمعي القات صغارة عامرين ديال الفلفلة حمراء ومعلقة وحدة ديال الكامون ومن بعد اللي بغيتوا تطيفو يمكن لكم تطيفو انا ما عندي السودانية غادي نضيف معلقة ديال الهريسة راني كملت معلقة اللي عندكم السودانية غادي ديرو هي كتبغي السودانية صافيو شوية ديال الملحة صافيو غادي نصدع ليها على نار مهيلة كمتا نقول لكم البنت دائما اي حاجة درتوها دائما ما تخاطروش بها دائما النار مهيلة البوطة الصغيرة دلو على نار ميتة ميتة غادي تبدأ تصفر الكوكوت ديالكم غادي تحسبو لها خمستاشر دقيقة فقط غادي تفتحوها كمترة دبرة حيت لها هاني حيت لها سفارة صافي بنتي ركا توجد دينا في البسطيلة اللي بغا شي كوموند مرحبا بيه ياسمين ركا توجد دينا في البسطيلة بغا تطلع فينا اليوم صافي كنفتح كيما كتلاحظو العطرية والتوابل تيبقى الفوق حت التوابل والعطرية هم اللي تيحرقوا لادرنا هم وخلطنا وكل شي ومالي كي يحرقوا لينا صافي كنبدأ دباء كنعود نشعل عليها مره خورا النار وغادي نبدأ نخلط فيها زيدو يلخسكم ليدام زيدو شوية ليدام وغادي ننضيف واحد نص حامضة مع السرا كيما كتعرفو البقولة كتبغي الحامض وكتبغي الحرور باش كتجي لديدة لديدة بزا فانتو مكيما كتلاحظو الناشفة لاحظو معايا الناس اللي موالفين تيديرو البرما والكسكاس را كات مني كان هبطو هاد البقولة كالقواميها عامرها بالمكان خليو داك الكسكاس تقريبا واحد ساعة المكانة تتبرد وتكت تسقطر مزيان ولكن دو كل من في عديدها كيمشي وفي ذاك المالي الفلكسكاس كيمشي وفي ذاك المالي في البرما يعني من الاحسن هالطريقة انا جربتها والتي هي المعتمدة كنت ما احنا كتجيني الخبيزة كثيرة كان بقى نبخر فيها فلكسكاس وكان خليها تكت تسقطر وتبرد وتنديرها في المجميد باش مرة مرة كنج بدها وكندير فيها التومة وكندير فيها المسائل ديالها كاملة دابا هاد الحل مناسب جدا وكادجي زوينة وكادجي بنينة وكيبقوا المنافع كلهم اللي فيها لانها طيبنا على واحد الحرارة اللي هي مهيلة مهيلة بزاف وهاد الشيليكين وزينتها على هاد الشكل كادجي مشي غرائع بشوية ديال الحمار وبشوية ديال الحامض كادجي مشي غرائعة اكتر من رائعة وشكرا على اللي لايك ديالكم وعلى المشاهدة ديالكم وعلى تعاليق ديالكم الزوينة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله وسلام عليكم الله يعطيكم صحيحةكم والله يشافي كل مريض والله يعطيكم كل ما تمنيتو ان شاء الله سلام عليكم شكرا